اختبار طبي قد يساهم في علاج المصابين بمرض الشلل الرعاش المعروف باسم باركنسون العلاج التجريبي الجديد يسمى عامل التغذية العصبي المشتق من الخلايا الدبقية يعرف اختصارا بGDNF وهو يعمل على تجديد خلايا الدماغ الميتة وتحسين حالتها المشاركون في الاختبار خضعوا لعملية جراحية بمساعدة روبوت لوضع اربعة انابيب في الدماغ عبر فتحة على جانب الرأس بما يسمح بتوصيل العلاج الى المناطق المصابة بدقة كبيرة ونقل الدواء مباشرة الى خلايا مخ المصاب تجربة العلاج الجديد وفحوص الاشعة التي اجريت بعد الاختبار اظهرت تحسنا في اعراض المرض وفي مناطق المخ المصابة وقد نصح المشرفون على الاختبار بوجوب التعامل مع النتائج الظاهرة بحذر معربين عن املهم في اجراء مزيد من التجارب التي تبحث زيادة جرعات الدواء الجديد او مدة العلاج اشتركوا في القناة